الأمم المتحدة تدق ناقص الخطر بتوقف 22 برنامجاً من برامج المساعدة الإنسانية في اليمن بسبب تنصل الداعمين الذين تعهدوا بدعم برامج الاستجابة الإنسانية تحذير ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ على مستوى العالم ويضع مصير المحتاجين أمام سيناريوهات مجهولة ومخيفة 22 برنامجاً لإنقاذ الحياة قالت الأمم المتحدة أنه سيضطر للتوقف في اليمن خلال الشهرين المقبلين إذا لم تدفع الدول ما يزيد عن ملياري دولار كانت قد تعهدت بتوفيرها هذا العام لصالح اليمن الواقف على شف المجاعة في فبراير الماضي تعهدت الدول المانحة بتقديم مليارين وستمائة مليون دولار لمساعدة اليمن وتم دفع أقل من نصف هذا المبلغ المخصص للاستجابة الإنسانية بحسب ليزا جراندي منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ومن بين 34 برنامجاً رئيسياً للمساعدات تم تخصيصها للاستجابة الإنسانية ووضع حد للمعاناة لم يمول سوى ثلاثة برامج فقط لهذا العام انتقد مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك الشهر الماضي تأخر دفع السعودية والإمارات تعهداتهما للمساعدات الإنسانية وتقديمهما نسباً ضئيلة أقل بكثير مما تعهد تابع في مؤتمر الاستجابة الإنسانية حيث تعهدت كل من السعودية والإمارات بدفع 750 مليون دولار يترك اليمنيون وحيدون في مواجهة مصيرهم فيما تبدو فرص السلام لإيقاف الحرب ضائلة وبعيدة في وقت تزداد فيه المعاناة